واحدة كمان من الصفات الكثير كثير مهمة الأول والآخر وأي واحد في الدنيا يهود مسيح أول وآخر هاي تطلق بس على الله بس على الله مثلا في العهد القديم من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو بعدين بقول هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود لما نيجي عند الفادي يهوى الفادي كمان واحدة من المسميات ليسوع المسيح رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر من بيتكلم هون رب الجنود ولا إله غيره في العهد الجديد فلما رأيته يحن بيتكلم عن هذا الاختبار فلما رأيته شاف يعني المسيح الممجد الحي سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمن علي قائلاً ليه لا تخف أنا هو الأول والآخر يسوع عم بيحكي مع يحنى أحبائي يسوع اللي بيتكلم أنا هو الأول والآخر والحي عشان لأنه بعض شهود يهوى بقولك لا هاي مش مش يسوع عشان ما تتشربكش تطلخ باتش بدي أعيد الآية كمان مرة فلما رأيته شاف المسيح الممجد سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمن علي قائلاً لا تخف أنا هو الأول والآخر عشان ما تتطلخ باتش والحي وكنت ميتاً وهان حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت كلمات تطلق على الله يا أحبائي عم بقوله أنا هو الأول والآخر عشان ما تتطلخ باتش في الهوية الحي وكنت ميتاً بيتكلم عن موت المسيح وها أنا حي قائم من الأموات حي إلى أبد الآبدين وبكفاءة صار لأنه أكمل عمل الفداء هو اللي عنده السلطان مع مفاتيح الهاوية والموت كمان تعمل ليش يسوع نبي عظيم ولا حسب كلامك بليز انفضلك مرة تاني واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا في آسيا الصغرى في تركيا اليوم هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتاً فعاش رؤية اثنين تمانية في آية اثناعش وها أنا آتي سريعاً يسوع بيتكلم وها أنا آتي سريعاً وأجرتي معي احنا قلنا الديان وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله في آية 13 أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر رؤية 22 في آخر آيات عم بقول أنا الألف والياء يعني في اليوناني ألفا أوميغا هاي الأحرف في الفنانية في العربي عندنا الألف أول حرف والياء آخر حرف مزبوط البداية والنهاية الأول والآخر هذه الكلمات قيلت عن الله في العهد القديم